وفي كربلا التي تحتضن الملايين سنويا خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام أكد أصحاب المواكب الحسينية مواصلة أعمالهم وتقديم الخدمات الوافدين لمرقد الحسينة ومن جانبهم أكد الزائرون انسيابية الحركة وتوفير جميع ما يحتاجونه داعين الجميع إلى الاقتداء بأخلاق أهل البيت الأطهار عليهم السلام والسير على خطاهم وتطبيق نهجهم بالقول والفعل الخدمة جيدة جدا التي يقدمها أصحاب المواكب لهذه الجموع المليونية الزاحفة صوبة كعبة الأحرار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أن هذه الخدمة ارتأ عليها أهل المواكب سنويا لخدمة الزائرين السائرين للإمام الحسين مواساة لجده وأبيه علي بن أبي طالب بفاجعته بيوم العاشر حيث أصبحوا مجزرين على أراضي كربلاء لأربعين يوما وبناته وخواته ذهبنا سبيات إلى أرض الشام ومن ثم العودة في يوم الأربعين التي ارتأى شيعة أمير الممين من جميع أقطاع الأرض أن يأتوا سيرا على الأقدام إلى كربلاء المقدسة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لجميع الخلائق السني الشيعي يوجد بهرة يوجد جميع المكونات الموجودة التي تقول لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ليس لشيعة بصورة خاصة حقيقة اليوم هذه زيارة الأربعينية هي زيارة حية قائمة من البصرة إلى كربلاء كل العالم الإسلامي وغير الإسلامي من دول الجوار من أي مكان هي متجهة صوب الإمام الحسين أصبح الحسين منار اليوم للعالم الحسين ضحب كل شيء من أجل الدين من أجل القضاء على الظلم القضاء على الطغيان القضاء على الفساد ونحن اليوم بحاجة إلى أن نتوحد جميعا من أجل إعادة الحقوق والواجبات إلى كل الناس للحسين كل إحنا بخدمة الحسين كل إحنا في دول الحسين إحنا من زمان عمري من 30 سنة 40 سنة لحد الآن أنا بهذا الموكب أخدم أطبخ أوزع ثواب الحسين للزوار كل إحنا عيوننا في دعا للحسين إخوان إحنا اليوم جايين هنا لخدمة سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين جايين نخدم زوار سيد الشهداء وسيد الشهداء أبا عبد الله الحسين للعالم أجمع مو بالخصوص للشيعة وإنما للعالم أجمع وحيالله إخواننا من الموصل وأهلنا وألف هله صلاح الدين إحنا موكب الإمام الحسين لخدمة زوار الحسين من هال البصرة إحنا جايين مثل ما قال محمد نحي ضشر الحسين عرفتني لأن الحسين ضحى بعياله وأولاده وأصحابه في سبيل الدين عرفت والحسين يقول أنا طلعت لا أشرا ولا بطرا ولا ظالم ولا مظلوم لحيال دين جدة رسول الله هذا من كرمه الشيع هذا كرمهم ولحدنا أخيهم ولا يدينون ولا أهداء عليهم يبيع ذهب مرته يبيع دجداشته يبيع الموجود عنده ويجي هنا يسوي كرم في سبيل ثواب الحسين والله خدمة الحسين هي خدمة شرف يعني لكل زوار أبو عبد الله ولكل خادم يعني جاي يخدم المناسبة العظيمة بالنسبة إلى يعني كخدمات كهرباء ما يعني تم جاي يشوفون يعني حاليا والمناطق كلها جاي يشوفها لا لا إن شاء الله لكل الديانات لإمام الحسين الحسين قضية واحدة الحسين قضية واحدة القضية إنسانية وإسلامية إن شاء الله